سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالجميع حياكم الله يا جماعة الخير بمجلس ما بقى نفس ثقيلة لا تنسون يا جماعة الخير أن الفترة الأخيرة هذه فترة العشر اللواخر من رمضان لا تنسونا من الدعاء وقيام الليل طاعة ربي سبحانه وتعالى طيب نيجي ندخل في موضوع اليوم شوفوا بيني بيكم يا جماعة الخير في بعض الجزيات ما أحب أطلعها لكم في الفيديو يعني مثلا ما طلعت أني رحت غيرت الكفرين اللي وراء ما غيرت الجنوط إم كانت تحك انطلق عليه العكس أشياء يعني أنتوا مو بحاجتها يعني أنتوا عليكم من التجديد يعني كيف راح يتغير شكل الموتر كيف راح يتغير عزم الموتر صفوة الموتر أشياء زي كذا في مقطع اليوم راح نحاول نوصل 15 ألف لايك والله العظيف هنا نقدر ركزوا هاي نقدر وزياد على كذا نقدر نوصل 200 ألف قبل العيد باقي عشر أيام لو كل واحد يشوفني ينزل تحت الآن ويشترك في القناة ويضغط على لايك وبرضو يفعل جرس التنبيهات حرفيا قبل العيد راح نوصل 200 ألف متابع بإذن الواحد الأحد فلا تحرمونا من دعمكم يا جماعة الخير قور الشاشة الآن صورت الشاشة على السناب ونبدأ في مقطع اليوم راح نفك الدكارات الموجودة على السيار من أماراتهم من هالأشياء الداخلية جماعة الخير هذا بعد ما فانكينا الكرسي اللي هنا شوف الأشياء اللي تحتها حربيا يا ساتر يا ساتر الأرضية مرة مجمورة بنشيل الأرضية هذي حين كاملة طلحها برها ودامنا بفكنا المرتبة راح هنا نفك البلاستيكات الموجودة هنا الداخلية كاملة بنفكها ممكن غير لونها برضه راح يكون الشغل شوية كثير يعني فراح يكون في تقطاعات كثير ثاني شي نقشة على الفرشة ذي كلها برها شوف الأرضية كيف انتهت راح نقشة هذه الفرشة كلها برها هنا فكينا الأرضية ولكن هنا في عوازل يبغالها تغيير يبغال يشتري العوازل غير هذي بتعبانة ربما كان هذا كلها النظف وفي حديد هنا راقي فوق ما يدري شو أضع يب حين راح نفك الداخلية ونجهزها البكرة عشان نقدر نظفنا هذا كاملة من الموجود هنا بس راح نفك الله يشلوكم اللي هو العوازل هذي ونركب عوازل ثاني أو ونركبه فوقها كان أول قطعة عازل راح نقص بنفس مقاسة وشوفوا لونها القديم وشوفوا لونها الجديد ترى هذي أصلية برضو حيث العازل المركبة ذا أصلي فرح لان نبدأ فيه فكنا كل شيء في الداخلية باقي بس نفك هذه ونفك هذه برضو ونطلحها برها لأن هذه كلها راح ترش برضو راح نفك له عند أطراف العزام وراح نفك البيبام بس البيبام مو الحيب لحظة التنجيد بإذن الله أتخير فكنا الداخلية ونظفناها برضو بالجهاز كل الداخلية راح ترش طبعا هذي كلها راح تتغير ألوانها وتتجدد تطلع بلون مرة جميل لأن الداخلية راح نخليها أزود والخارجية برضو راح يتغير لونها وراح تشوفون لونها قريب بإذن الله تعالوا خلوني أوريكم الداخلية يحصار فيها وباقي شي حر فيهم مرة مرة ما باقي شي فككت كل شي فكيتها راح نرجع لان نركب العوازل ونقصقصها بشكل حلو ونضبطها تحت الدعاسة تحت عند الباب تحت المرتبة في الماكن هذه ونبدأ نلبس خلصنا يا جماعة الخير وركبنا العوازل اللي قدام كاملة هنا وهناك برضو باقي الآن التلبيسة نتخلصها نرجع نشوف الشكل النهائي غطينا الداخلية كامل لبسناها أسود هنا برضو ركبنا أسود وبعدين عازل وبعدين ركبنا الوطاية حقتها ولبسناها باللون الأسود هذا لين عادي نكمل البقية نركب عادي الدكورات ونركب الأشياء الأساسية بس ممكن خلال خمس ساعات قدرنا نخلص الداخلية وأمورنا زينا بإذن الله عليكم جواني خير طالع لال شليح حائر شو بلي دفرانس الموتى ما عليكم الصوت حلقي رايح جايتني لوز معدوم شوي ولكن طالع عشان ما أفضل تلازم أطلع روح تشليح ورجع أوه بس الله فريت التشليح فر ما لقيت الدفرانس حرفيا هي ممكن نص ساعة وأربعين دقائق أتذكر كانت فيه زد واقفة وسياخت تشليح طلع كبير وضعت حرفيا خلني نشوف المحلات إن شاء الله حصل قبل ذلك بعليكم أنا أضيع ستة ثلاث دقائق أنا أضيع جماعة الخير أضيع شوي ولكن ما أضيع مرة ياب أضيعين ضعيني جماعة الخير فيه تمر وراء حاط أبوي دق على يدراني ضائق الفامة جدامك ضائع وزع التمر عليك الناس السفر تخنعوا للشباب موجودين هنا سم يا حبيبي بالعافية يا أهل سم يا حبيبي تعال 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 عفواً عفواً زيت يا جماعة الخير حقاً منزلوا وبعد ما حطوا اللوكمولي حرفياً يصفي الزيت بشكل ما تتوقع آه عماد كيف الزيت الآن؟ ما شاء الله تمام؟ ما شاء الله إيها حبيبي شوفوا الصيفون يا جماعة الخير كيف شكله بتقشر بس إنه والله نضع اللوكمولي عافاة ها؟ شوف الزيت أخير وهو أبيض؟ يا ساعتين الله يخلي اللوكمولي حانUR و Harmony وش قلب قف kita وش مات بدني آآ فورا يعني آآ اسلام عليك السلام عليك هذا رائع المحطة ده قسم باللهي أعترض عليك شوف يجي Workers عمادة نزله ولا ايه هذا القلب هذا خوية مرة زيت الذي ركبناه لك Burnet Kair 5W30 هو حق شي مدنيه هون إيها ماشاء الله بخير عدد حين رحن فك بالف الحرارة اللي هو هنا ونظفة لان الكهرباء بوصل لخبرزو رحن فك الداعسة وننظف الداعسة بربو يعني رح نغطي كل شي إن شاء الله من المكين عشان نظم ما في تفتفة وما فيه ارتفاع حرارة بلفي الحرارة فكنا بالنظفة ونشوف إن شاء الله بنمرها زينه إذا ماذا يجبنا أحد ثاني بلت الحرارة ولكن ما فاد حين رحن نظف الداعسة فك هذي بعد نطلق الدعسة وننظف الدعسة نفسها. الخير فكينا الدعسة مع عبد الله قبل شوي. اه شوفوا كيف الوساخة اللي فيها خاني موريكم ناظروا كيف. شوفوا من جوة. راح ننظفها الان راح يصفوا عزم الموتها ربا اذن الله. الخير نشوف الله يسلمكم. اه البواجة حقة السيارة يشيكون عليها من الى. وشوفون الشواضع الم فيها تفتفة وشيكل على الكهربة نفسها برضو حق السيارة. خير والله جبتها هنا. بفك البواجة فكتها والبوجة ونظفتها باقي البواجة الباقي ينفكها والنظفها تاني مخلص الاشاء. اه كني بغان نص ساعة كده ونصير مخلصين بواجي. خلنا البواجة. راح نروح نركب هلام بإذن الله. طبعا هم يسولفون عن النادي وفي وقت قاعدين صالح البواجة. ارحذي الشيخ. هالا مشهور. هالا والله. ايه ترى ترند سناب قف شيد اخر هالا. هالا ازدو. هالا بي الشيخ. قسم في سهل الطيب قسم بالله العظيم انكم نور. ايه اخ مرة شفتك متى اربع سنوات خمس سنوات. اكتر ثمان سنوات. اخ بنغير البواجة الحير وبيشيك على الكويلات وبإذن الله راح معلوكم كل شي. اخذنا من المحل قبل شوي له اه لكمولي المنظف حق تاكي الان راح نروح لساكو وناخد منظف منظم الهواء البخاء اخا ذي قررشون على منظم الهواء. خير جميع ساكو ما عليكم البوطة. هذا راح نطبع مع البنزيني. طبعا? وهذا الله يسلمكم. راح نضف فيه حساس الهواء. راح نبدأ اول شايف هذا. نفتح العلبة. بسم الله. خفيفة. بسم الله. هذا هو حساس الهواء الشعره ديلي جوه مرة 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 مهمة. مرة راح نضفها ببخاخ هذا الرش من بعيد ونخليه ينشف بس. راح الرش من بعيد زي كده شغل بعد بعد شوي. كده بس هو ينشف بسرعة. خير جبناه عند الورشة هنا. شو راح يسو بها راشد. نفض الكهرب كامل. مش بعد? ارضيا نركب لها هوبات. طلع ما في الا هوبات. طلع ما في الكبر واحد. سيكل اه? راح نشوف كل راح يشوف. اه? كيف حالك طيب? قلومك? اه لا. ما شوف. ما انك طيب? كيف صهم عليش? علك ثمي. مع السلامة. عند حقين الكهرباء يا جماعة الخير. بوريكم بيركبون زر حق تشغيل. فبدال يعني السلف ما اه 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 اشغله مفتاح. يكون له الزر هنا. تركبنا ليه الان. برضو قاعد يشوف اللمبات وبعضه برضو بعده بيشوف القيجات شغالة. الامبير الاشياء هذي كلها بابنه. فنفك الصفايا يا جماعة الخير. بعد ما نفك الصفايا راح نجيب له صفايا فانية. نغيرها لان توقع الصفايا برضو منتهية. شوف الصفايا يا جماعة خير. شوف يا ساتر صفا سود. يا ساتر. هلازم غير رجل. جيب صفايا. مره تعبان سهيلة. مره 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 يجيب. يا ساتر. صفايا الجديدة يا جماعة خير. بروح هنا نركبها. قبل شوي ولكن بعد ما غيرنا صفايا. الامور صفايا مره مره صفايا. هذي يا جماعة خير. راح ناخذ من هنا الحين معجون عشان نضبطهم عم الديكور. من المحل هذا باذن الله. السلام عليكم. كيف الحال. كويس. ابغوا معجون فايبر فيه. عطني معجون فايبر ويبغى سنفرة. هذا يبغى سوي ديكور ها. هذا موجود خلطة. موجود خلطة. موجود حالة حبيبي. ما شاء الله. كيف حالة كويس. ميميا. الحمد الله. انت كويس. انا الحمد لله. انا طول صورة يا عظم. يا لازم تجيب. عط عشران في هذا. تسويق تسويق يجي مين مين. شبحني كل يجي عشان هو. موجود. كم هذا خمسة ثلاثين. يبغى سنفرة يبغى هذا. يلا. وش سنفرة يجي ديكور كويس. عاطني ٢٢٢. عاطني ٢٢. عاطنا ٢٢. ٢٢. هيا راح نشتغى على الطبلون. حكينا اول جزوية الان هنا. وباقعد بنحك هذي ونحك الاشياء الثانية. ولكن راح نجرب اول شي. حكنا بالسنفرة. شوفوا كيف شكلها طلعه. وراح نجرب على الشياء الثانية. حاتوا ان شاء الله انه يضبط. هذي الادوات حقته. هذي وهذي. وهذي عاد. فبضبط واحدة ونشوف عاد. ان شاء الله انها تضبط. خير نصفروا. هذا حسة. ومنفك عربية. واليوم قاعد احاول بيه عاية. اولو على الشيطان. شوفوا شكلها من جوه. شريحتين. اصليو نفس حقي بالتليس. اقلدهم بالضبط. نشيل اول شي كده. نشوفوا. نشيل كده. شوفوا. كده. 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 نشيل. شوفوا عطيني شي فاضي باولي. اولي. بس 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 صحيحة هذي كفي صح. كفي بعده نبدأ نقفله بس. هذي خلطة اتوقع حقتها عشان يعطيه تماسك. طيب يا جمعة الخير حطينا. تمام. بعده بنحط زيادة بس اخر طبقة وبعده نسنفر. حرفيا طلعت قطعة واحدة. بس باقي بويا. تضرات نشبس ونحكز زيادة. بعدها تكون مصبوط. اشتركوا في القناة.